النهاردة التذاكر تم طرحها من خلال احدى الشركات المسؤولة عن تسويق التذاكر في الفعاليات الرياضية او حتى الفنية والاتحاد الافريقي اتفق مع هذه الشركة على تحديد الساعة الوحيدة ظهر اليوم لطرح التذاكر وبالفعل الساعة واحدة كانت بوابة طرح التذاكر موجودة من خلال احدى الشركات في السعودية والتذاكر على فكرة هتطرح على دفعات مش دفعة واحدة يعني الناس النهاردة بعد ما اطرحت التذاكر الساعة واحدة الضهر عشر دقائق ربع ساعة قال لك نفاذ التذاكر فالناس كلها خافت لا يا جماعة التذاكر اللي تم طرحها عبارة عن دفعة اولى لسه في دفعات اخرى على مدار الايام المقبلة وفي حاجة جميلة جدا بصراحة الاشقاء في المملكة العربية السعودية النهاردة عملوها طبعا الاسعار شاملة ضريبة ولكن عند زول همم التذاكر مجانية وده شيء رائع جدا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية واللجنة المنظمة على كل امور المتعلقة بلقاء السوبر ما بين الاهل والتحاد العاصمة ولكن الدرجات بقى اي وان خمستاشر ريال بي وان خمستاشر ريال اي تو عشرين ريال بي تو عشرين ريال بريميام وان ميت ريال درجة اعلى طبعا ميت ريال بتاعلى بالدرجة اللي هي مثلا بتبقى الفي اي بي والفي في اي بي مثلا أتروح لجولد 1 500 ريال جولد 2 500 ريال وفي الفي اي بي 1000 ريال دي أسعار التذاكر وطرح التذاكر بدأ منذ اليوم نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله نشوف جماهير كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي في لقاء السوبر لإفريقيا